يعني مازال حتى الآن بينتمي حتى لو بعيد بس بينتمي القلبه لهذا الكيان اللي هو كيان النادي الأهلي بس عايز أقول لكم حاجة وقرنوا بين المواقف وبعض شايف يعني أحمد بيقول أنا مش قادر في حاجات يعني ما تتقدرش بالفلوس وفي حاجات يعني ومشاعر إحنا مسرنا في يوم الأيام هنبطل ولكن في ناس باعوا النادي الأهلي عشان الفلوس وفي ناس شافوا إنه هم الفلوس هي كل شيء صدقني الفلوس هتروح جات زي ما راح ولكن اللي بيبقى لك هو حب الجماهير حب الناس حب الكيان والنادي الأهلي عمره ما بيبكي على حد اللي بيمشيه خلاص بيروح وبياخد طريقه ولكن النادي الأهلي بيكمل انت عايز تكبر لازم تتشعبط في هذا الكيان والحقيقة ابن النادي أنا بس عايز أتوقف عن الموضوع ده شوية ابن النادي مش بكم سنة قضاه جوالنادي خالص الموضوع ده لازم يتغير المفهوم ده عند الناس ابن النادي هو اللي تعرض لمواقف وهو جوى النادي تثبت إنه هو ابن النادي مواقف من مباريات مواقف من ضغط إن انت راجل يعني جالك عقود أكتر أو جالك فرص أحسن وانت ما زالت شايف النادي الأهلي هو الأحسن ضغط ساعة من النادي الأهلي يقول لك شكرا أنا خلاص مش هتقدر تكمل معايا ودوارد في كل حتة يلاقيك ملتزم وزي ما دخلت زي ما خرجت الكلام ده كله ما يتقدرش بمالي بس الناس بتفهمه بس ما تجيش في الآخر تقول أنا ابن النادي ابن النادي يا جماعة لازم نغير هذا المفهوم وانقاسب برضو عايز أقول حاجة معلش أنا عايز أقف على الموضوع ده شوية ابن النادي اللي بيقولها كتير ما بيديش دليل عليها فهو بيتدرف ضعفه بيتدرف ضعفه ازاي بيحاول يستقطب مشاعر الناس نحوه أو معاه الكلام ده مش مظبوط انت لازم يكون فعلك هو اللي يقول ان انت ابن النادي وفي مواقب بتتعرض لها في تاريخك مش هتعرف تخبي على فكرة يعني انت لو قلت أنا ابن النادي وتعرضت الموقف معين هتتكشر فابن النادي مش بعدد السنين اللي انت قضتها ابن النادي هو اللاعب اللي مر أو المدرب أو ايا كان مين اللي مر باختبارات ونجح في هذه الاختبارات وخدع عشرة من عشرة اذا انت ابن النادي معلش أنا توقفت على ده احمد احنا فخرين بيك جدا وعمر ما النادي الاهلي بينسى ابنائه وهنفضل متابعين ابناء النادي الاهلي في كل مكان ودي مشعار ده حقيقة عايشينها ولمسينها جوه النادي الاهلي خلينا روح مع حضراتكم للاخبار والحقيقة عندنا اخبار كتير الموسم في نهايته ومباريات والعاب كتير جدا بتفمش خلينا ابتدي مع حضراتكم في سيدات كرة اليد احنا كنا قلقانين شواء على الفريق ولكن الحقيقة هم عملوا انجاز كبير فازوا على النادي الزمالك في صالة نادي الزمالك بمئة عقبة بنتيجة 33-23 فريق السيدات كرة اليد الحقيقة كان عنده هزة بسيطة الهزة نتيجة تغيير اجيال وده بيحصل في كل مكان جيل بيبطل وجيل بيستلم منه الفريق ده محتكر البطولة بقاله سنين طويلة محتكر الدوري العام سنين طويلة فالنهارده البطولة اتأخروا شوية لما اتأخروا شوية في الترتيب بقول ترتيبهم التاني بعد سبورتنج كسبنا الزمالك عندنا دي طبعا لقطات كسبنا الزمالك دخلين على ماتش ده ماتش قديم عندنا ماتش مع سبورتنج ماتش مع الشمس طب فوزنا على سبورتنج والشمس الماتشين يجايين بإذن الله نلعب مباراة فيصل معنادي الشمس المباراة الدوري في الملعب بس عايز احط بين قوسين حاجة ان الفريق ده مر بصعبات مهمة مر بصعبات كبيرة وتغيير جهاز فني وإصابات لعيبة وتغيير ولكن انه يعمل كامباك ويرجع لمنافسة الدوري ده حاجة ما بتشوفهاش بس غير مع تشيرت النادي الأحلي والحقيقة فيه جدول احنا جاهزناه مع فريق عمل البرنامج بترتيب الدوري عشان نعايش الناس ايه وضع فريق كرة اليد سيدان خلينا اقول لحضراتكم الجدول معنا على الشاشة هو طبعا في المركز الاول نادي الشمس كل الفرق لعبة 12 مباراة الفريق الاول دلوقتي نادي الشمس ب34 نقطة المركز التاني بيجي النادي الاهلي لعب برضو 12 مباراة 32 نقطة في المركز التالي سبورتنج لعب 12 مباراة ايضا 30 نقطة احنا ان شاء الله اذا ربنا كرمنا وقابلنا سبورتنج المباراة اللي جاية وكسبنا المباراة يكون عندنا في صالة امير عبدالله الفايصر بالجزيرة ربنا كرمنا وكسبنا المباراة هنروح على مباراة الشمس مباراة مهمة جدا كسبناها نلعب مباراة فيصل زي ما انتوا شايفين المنافسة على اشدها مع تقريبا التلات فرق الكبار يمكن سبورتنج باعد شوية ولكن هيبان اكتر سبورتنج عنده برضو نفس الطموحات اكيد هيبان اكتر في المباراة اللي جاية لانها مباراة مصرية جدا هتكون على صالة الامير عبدالله الفايصر طيب هنتنقل لكرة السلة رجال طبعا تابعنا مباراة